في الميدان لم تهدأ شدة المواجهة والطرف الآخر دوما يحمل اسم العدو مهما كان سلاحه في الإرهاب أو الفساد أو ما أصبح وباء باسم جرائم المخدرات أما الجنود في أرض المعركة فهم أبطال الأجهزة الأمنية تختفي من قاموسهم كلمة الخوف أو السكوت رجالا كانوا أم نساء قصة جديدة تضاف إلى ميدان البطولات العراقية تسجلها شرطية في أحد سجون البلاد عند القبض على سيدة حاولت إدخال مادة مخدرة إلى زوجها المسجون على قضية مخدرات سابقة لكن شجعت الشرطية بموقف بطولي مشرف جعلها تضع نفسها في مواجهة الخطر للتعرض لضربات من السيدة بعد أن نجحت الشرطية في كشف حقيقة إخفائها للمادة المخدرة لتنتهي المواجهة بالقبض عليها وتسليمها لاتخاذ الإجراء القانوني بحقها الموقف سجل في صفحة الإنجاز الشرطي المشرف لتستحق تكريما ومكافأة مالية تثمن جزءا من موقفها وواجبها تجاه العراق وشعبه مواجهات مستمرة تضع الجهاز الأمني العراقي في ساحة الانتصارات التي تدوم ولا تنقطع اشتركوا في القناة